بعد اعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن كامل المنشآت والحقول النفطية الاسبوع الماضي واستئناف انتاج وتصدير الخام الى الخارج رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في اول زيارة له الى منطقة الهلال النفطي للاطلاع على اوضاع تشغيل والانتاج بموانئ المؤسسة والشركات التابعة لها في مدينة لبراقا اضافة الى منشآت شركة سيرت لانتاجه وتصنيع النفط والغاز صنع الله اشار ايضا الى ان معدلات انتاج النفط وصلت الى ثمانمائة الف برميل يوميا لفتا الى انهم يسعون للوصول الى مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر الجهري والوصول بالانتاج الى مليون وستمائة الف برميل يوميا خلال عام الفين وواحد وعشرين اليوم كان اجتماع موسع مع مجزرة الشركة اطلعونا على قطة الشركة التفصيلية لزياد الانتاج يعني قبل سنتين كان انتاج الى اثنين وخمسة برميل اليوم نقع على واحد ثمين الف واربعمائة برميل انتاج الى انتاج اليوم مع نهاية العام حيكون انتاج نمية هل برميل اذا انت ضعف انتاج الشركة في فترة وجهزها برغم الصعوبات المادية المالية وغيرها الوضاعها ما كانتش يعني بطريقة لكن مع رغم الوضاعها السعبة استطاعت الشركة مجلس دار الشركة العامة اللي فيها انه من ينجزوا حقيقة لما نعكي من اثنين وخمسة الف تقول حكي الوحدة من الف ولا بعد شهرين نعكي على علمية الف وبعدها ان شاء الله ممكن مع السنة الجاية انحنا خطة طموح عند الشركة ممكن تنصبها عند المية وثلاثين عند المية وخمسة برميل وفي مقابلة مع وكالة بلونبرغ الامريكية السبت قال صنع الله انهم مهتمون بالتنزيق مع منظمة الدول المنتجة للنفط اوبك للحفاظ على حالة التوازن من حيث العرض والطلب بالمنظمة والتي تصل حصة ليبيا فيها الى مليون وسبعمائة الف برميل يوميا ويأتي ذلك في وقت يقول فيه البنك الدولي ان ليبيا تواجه تحديا في الطلب على خامها النفطي عالميا بسبب صعوبة تحقيق الاستقرار السياسي اضافة الى بدء الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا المستجد في اوروبا